طيب يا دكتور في حالة شفت الدهون كل عملية شفت الدهون بيتمي بعدها شد للجلد في المنطقة دي؟ بص ده هنا بقى بيجي بنصير بنكلم عن تكنولوجي جديدة اللي هي الفيزر الميزة في الفيزر ان احنا بعد ما مخلص شفت الدهون بنقدر ان احنا ندخل بصير من الفيزر نشد الجلد كله عشان نبتدي نحفز الكولوجين اللي موجود في الجلد نفسه حيث ان هو يبتدي ان هو يرجع لطبيعته يرجعت شدتين بص فكرة كلها احنا على حسب هو انا عندي درجة تراهل ازاي؟ يعني انا عندي السمن عندي او السمن الموضيقة مش كبيرة او جلد minute مش اللي هو موجود اوي مفيش فيه علامات تمدد انا متوقع ان الجلد ترجع لطبيعته يبقى موجوده كويس طب لو انا بقى عندي درجة تراهل عنيفة زي ما بعض السيد مثلا بيحصل بكم ادراسة المتكررة والوزن الكبير اوي ده ببقى متوقع ان يحصل فيه تراهل هنا بقى بنوزن على حسب الحالة مشوف والله هل لو هي قدر اتراهل بسيطة انا قدر اشدها بالفيزر لو هي اتراهل عنده كبيرة يبقى انا ساعتها محتاج ان انا اعمل شد جراحي من خلال فتحات صغير يعني من خلال جراح دايما في مكان هيدن مستخبي وبنحط دلوقتي النهاردة التطور بقى جديد نحن بنحط كريمات تجميل كريمات دي بتعمل ايه بتخلي اثر الفتحات اجروح دي مايبانش خالص فهم اصدق ايه بنحطها بصورة منتظمة وان شاء الله ما بنحسش ان احنا عملنا اي حاجة خالص ان شاء الله